ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا تشوف الشامبو المناسب معاك انا صراح استخدمت الشامبو فاتيكا اللي هو اصلا هو مخصص للحماية من تصاقوة الشعر بيغوي الشعر ويقويب ويغزيه تمام وتستخدمت معه بردو البلسم بردو الاثنين جميلات جدا لغسيل الشعر طبعا الشامبو تيكي بتعرف انه الشامبو دا ينفع معاك او لا بعد تستخدميه اذا شعرك بيقى فيه زيت او زيت معناته الشامبو ما ينفع تبدليه لشامبو تاني لكن صراحة بنصحكم بالشامبو فاتيكا صراحة شامبو جميل جدا عندك هنا شامبو هيد ان شولدرس هيد ان شولدرس او معروف غني على التعريف اذا عندك قشرة بتستخدميه مرتين في الاسبوع واذا ما عندك قشرة بتستخدميه مرتين في الشهر يعني زي ما اقوله على الوقاية خير من القلاج لانه شامبو هيد ان شولدرس معروف بانه ينظف فروة الرأس فالافضل تستخدميه نمشي ليه الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة اللي هي تصفيف الشعر خلاص غسلت بشامبو وديتي تصفيف شعره الافضل ما دام الشعر بكل لين بتستخدميه الاسنان المشطة العريض او كبيرة لانه الصغيرة ما دام الشعر اللين بتساعد كمان في تصاقط الشعر فالافضل تستخدمي الاسنان المشطة الاسنان كبيرة وللتصفيف بتستخدمي سانسلك جميل جدا للتصفيف ما بيجعل اي تشبك في الشعر وصراحة جميل جدا انا استخدمته يعني بيجعل اي تصفيف شعر ناعم وانسيابي كريم شعر اللي هو غني بخلاصة بدرة البيض والكياتين فبالجد كان جميل جدا لونه زي ما ظاهر عندكم سانسلك تمام دي الخطوة التالتة نمشي للخطوة الرابعة الخطوة الرابعة اللي هي استخدام استخدام كريم سانسلك اللي هو الحل لمشكلة تساقط الشعر سانسلك لونه على بني جميل جدا ورايع استخدمت منه كمية صراحة ورميت العبوات الفارغة ورميت العبوات الفارغة ورميت العبوات الفارغة فبالجد بنصح الجميع يستخدموه يعني مفيد جدا اللي هو سانسلك الحل لمشكلة تساقط الشعر بصراحة كريم يعني رايع تستخدميه مرتين كمان برضه في اليسبوك كريم يعني رايع جدا والخطوة الخامسة الخطوة الخامسة الخطوة الخامسة تستخدميه يومي اللي هو كريم ياردلي كريم ياردلي كريم ياردلي بالكرياتين صراحة يعني كريم رايع جدا بيجعل شعرك كأنه مفرود يعني ما بتحتاج أصلا ان يكتفد شعرك أو تعمليه استشوار فانا استخدمت الحمد لله استخدمت منه كمية عبوات فارغة طبعا طبعا تركتها عشان دان اخدت فيها حاجات فذي كريم هنا كلها فارغة يعني ودازل اكبر دليل انه هي كريمات رايع يعني دهني لسه ما استخدمتها او فيها يعني بسيط فبالجد كريمات يعني كريم ياردلي مفصح الجميل استخدموه كريم رايع جدا جدا اتمنى اكون يعني افيتكم ولو بالقليل شكرا مرة تانية على المرات دائمة على القناة والتعليقات الجميلة اشوفكم في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله